تفاصيل وشرح القوانين الجديدة في بيزا تشينجن 2020 وقوانين الاتحاد الأوروبي وتم تطبيقها في فبراير 2020 1- تم زيادة الرسوم من 60 يورو إلى 80 يورو على جميع السفارات 2- بعض السفارات يتم التقديم فيها أونلاين بدون الذهاب إلى مكتب التقديم 3- بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون كثيرا وسبق لهم أخذ فيزا ثلاثة مرات بإمكانهم الحصول على فيزا لمدة سنة أو خمس سنوات متعددة شرط أن يكون التزامك بمواعيد الفيزا ولم تقم بكسرها من قبل 4- يمكنك التقديم على الفيزا لمدة ستة أشهر قبل معاد السفر 5- حتى يتوفر لك وقت لعمل خطة للسفر وحجز للطيران وفندق وبإمكانك ترتيب أوراقك 5- الاتحاد الأوروبي أعطى امتيازات للدول التي تتعاون معه في الحد من الهجرة الغير الشرعية إنها أكثر دول إعطاء فيزا تشانجين موسيقى